في سلاب والابن والروح القدس الإله الواحد الذي له كل المجد إلى الأبد آمين أريد أن أعيد الكلام عن الغلبة في سفر الرؤية بيقول عن القديسين الغالبين أنهم غلبوا الوحش إبليس يقول وهم غلبوا بدم الحمل وبكلمة شهادتهم ولم يحبوا حياتهم حتى الموت وأنا أريد أن أشرح هذه العبارة بشيء من التفصيل هو وضع ثلاثة أدوات كانت سر انتصارهم عليه الأداء الأولى هي دم الحمل والأداء الثانية هي كلمة الشهادة والأداء الثالثة هي أنهم لم يحبوا حياتهم حتى الموت ومن ثم يعني إيه أنهم غلبوا بدم الحمل وإحنا باستمرار بنستعمل كلمة طهرنا بدمك رش دمك علينا وكل هذه العبارات أنا مغسول بالدم وكل هذه العبارات دون أن نعي يعني إيه مغسول بالدم؟ يعني إيه غلبوا بدم الحمل؟ المسيح لو كل المجد كان آتيا بتصميم أن يواجه الشرير ولما جم الناس اللي يقبضوا عليه حينما أتوا إليه وحاول بطرس أنه يدافع قال له أما أستطيع أنا أن أطلب من أبي إثنى عشر جيشا من الملائكة فكيف تكمل الكتب؟ أنا عارف أنا جاي أعمل إيه؟ ولست بحاجة إلى الدفاع عني فخرج يسوع وهو عالم بكل ما يأتي عليه اللي هو إيه بقى؟ اللي هو أن الشرير هو الذي أتى عليه بالصريب الله يقول لي هو الصليب كان مشيئة الآب ولا مشيئة الشرير الصليب كان في قصد الآب لأن الإبن سيحدث فيه المواجهة والغلبة على الشرير فكان من هذه الزاوية هو في قصد الآب ومشيئته لكن اللي نفذ هذا القصد اللي جاب الصليب عليه هو إبليس تقول لي يعني إبليس بينفذ مشيئة الآب دون أن يدري دون أن يقصد فهو يقصد الشر اللي هو إيه أنه يموت يسوع يموت ولما يقتلوا بالصليب يضرب عصفرين بحجر العصفر الأول يخلص منه مات مات ودفنوه والعصفر الثاني أنه مات بفضيحة الصليب فضيحة الصليب لعنة فيبقى مات وخلصنا منه وكمان بفضيحة الصليب يعني الناس اللي كانت ماشية وراء ستتنكر له فهذه كانت خطة إبليس طبعا إبليس مرات كثيرة جدا بيعمل مشيئة الله بس ليس بقصد أن يطيع مشيئة الله ولكن بقصد شرير ولكنه بسبب أن الآب السماوي هو ضابط الكل فبيستطيع أن يخرج من شره هزيمة له يتقلب عليه وينجي الصديق ويحقق غلبة ابنه في الصليب ده واحد اتنين اتنين أنه ما هي المواجهة المواجهة أن إبليس يقتله بالصليب هل 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 إبليس نجح في أن يقتل يسوع بالصليب طبعا نجح قتله بالصليب مش هو متع الصليب فإذا هو نجح في أن يقتلوا بالصليب ولكن في نفس اللحظة اللي فيها أتى بالموت عليه أو الموت ده بقى هو اللي اسمه سفك دمه لأن يسوع ما تسفكش دمه بالمعنى الحارفي يعني خرج منه دم وماء أو خرج دم من أسر المسامير ده مش معنى أن دمه تسفك اللي دمه تسفك معنى أنه نزف دم نزف دمه حتى الموت بأي طريقة من الطرق ده اللي اسمه دمه تسفك فإذا كلمة دم يسوع هي تعبير اصطلاحي عن موت المسيح قبل ما نقول كلمة موت لازم نكمل إن الموت مجرد ذاقه هو أتى بالحياة التي فيه على الموت اللي جاي عليه إبليس وأتى بالحياة اللي فيه على إبليس نفسه اللي جايب الموت ومن ثم الحياة اللي فيه أبطلت قوة الموت اللي إبليس جايبها عليه وأبطلت إبليس وطراحته إلى الهاوية وقام من الأموات غالبا للموت نعدهم بقى يعني إيه بقى دم يسوع ألسه أيل لك أن دم يسوع كلمة استلاحية بتعبر عن إيه عن موته طب موته عمل إيه إيه شكل المواجهة بقى واحد إنه لما إبليس أتى عليه بالموت هو أتى عليه بالحياة فالحياة اللي فيه أبطلت الموت وأبطلت سلطان إبليس تقولي توفيري الخطيئة بقى الخطيئة بقى هي المسافة اللي بين سلطان إبليس والموت ومن ثم فدم يسوع معناه سلطانه اللي حققه بالصليب لإبطال الخطيئة وإبطال سلطان إبليس نفسه إبطال إبليس نفسه أنا دلوقتي إبليس بيحاربني بيحاربني إبليس يبقى فيه خطيئة فيها آه يبقى ليه حاجة عندي آه يبقى أجري ألحق أروح لأبونا ولا المرشد بتاعي وقول له ألحقني تصليه للحقني إبليس بيقى جبني وأنت كده مش هتحقق انتصار وحيفضل هو مسكك رغم أن أنت آه مش وقع تحت خطيحة أي ثم أنت وقع تحت إيه وقع تحت الخوف وقع تحت الشعور بالعجز وقع تحت الخداع بتاعه يعني إيه بقى غلبوا بدم الحمل ويعني إيه رش دم يسوع يعني أنا رش دم يسوع علي معناه أنني لبست قوة الغلبة اللي حصلت في الصليف اللي بيعبر عنها بدم الحمل لبست قوة الغلبة هذه ومن ثم فهو لما بييجي يحربني بالخطيح وانا حاس الخطيحة بتخربش فيه هم غلبوه بقوة الغلبة بدم المسيح زي ما شرحت بقى دي الوقت اللي هم لبسوها طب يعني يعني لبسوها دي يعني زي ما لبس الجلبية كده لا زي ما لبس الدرعة التشمية بقى هنا لبسوها لبس الدرعة فلا ف ايه دور الدرعة انه لما بييجي الشرير المحارب الاخر الاول قبل ما نقول الشرير بيرمي عليه السهام بتاعته او الحربة بتاعته هو بيروح مطلع له الدرعة كده بيحط الدرعة بينه وبين السهام او الحراب بتاعته الشرير طيب وحط الدرعة ازاي يقيني ان المسيح غلبه او ده معنى دم المسيح ويقيني انني قد لبست الغلبة خلي بالك او ده معنى الايمان بدمه بتاسف يعني مش الناس اللي بتغنيه في الترانيم انا مغزول بالدم ودم هو ده هو ده الامان بدوم اللي انا لسه ايله دلوقتي مش الكلام والاغاني عيد حاضر انا لبست هذا الدرع اللي هو ايه غلبة المسيح على الشرير هو ده دمه هو ده دم المسيح يساوي كما شرحت ابطاله للخطية ابطاله للموت ابطاله الابليس الوقتي لما انا لابس الدرع اللي بيبطل قوة السهام والحراب بتاعة ابليس انا عندي يقين وانا محتمي بهذا اليقين وبقاوم ابليس بهذا اليقين بقاومه خلي بالك من كلمة بقاومه دي بايه بهذا اليقين قاومه ابليس فبصلة الدرع هذا اللي هو دم يسوع المسيح اللي هو الغلب على ابليس وابطاله الموت وابطال الشرير انا متيقن بقا متيقن دي ازاي انا جربت ما يلزم تجرب مرة وتشوف ان المسيح يحرر من الخطية مرة عشان يتكون عندك اليقين فانا لما امسك هذا الدرع وقد تكون عندي اليقين بان دم يسوع المسيح اي موت المسيح على الصليب في هذا الموجه ابطاله فانا بشترك بقى في عملية ابطاله ازاي انا بشترك بان انا بقا اقاومه بدم يسوع في فرق باب انا مؤمن وانا خايف وانا فيها خطية ولحقوني وابليس بيعمل فيه بس المؤمن انا بعمل ايه بقاومه مش بعمل الخطية وبقول فين اوتك يا رب انا بقاومه لم تقاومه بعد حتى الدم بقاومه لغاية ما يموتني موت موتني وانا بقاوم لكن انا مش هستسلم فاذا انا اعطيت درعة اللي هو سلطان دم يسوع كما شرحت الان خمس او عشر مرات اهو لكن دوري ان اكون مجاهد ناجح يستخدم الدرع ويقاوم ابليس ويقاوم الخطية هقول تطبيق بسيط ابليس هاجم علي بالخطية وانا الخطية عمالك تخربش في جسدي ومش قادرة قاوم او في اعصابي ومش قادرة قاوم يعني هعمل ايه بقى حضرتك قولي كده اثبت ايماني اثبت عيني مش يعني مش حبص على حاجة لا اثبت تركيزي في يقين ان انا لابس الدرع وان هذا الدرع اللي هو بدم يسوع ابطل خطية وابطل ابليس هي المسألة بس ايه لو تصبر شوية وهو عمال يرمي السهام بتاعته دي وانت متمسك باليقين اصبر بس دقايق هتلاقي ايه واحد عايز يقولي بس اللي بيحصل ان مش هو اللي بيقع انا انا الذي اقع لانك تشك وابطرس كان ماشى عالمية وبعدين شك فغير انت لسه كنت ماشي من دقتين اقا فانت تشك في انه ان انت استلمت هذا الدرع فهم غلبو بدم الحمل وبكلمة شهادته يعني ايه بقى كلمة شهادتهم انا عمال اتكلم بكلمة الله ليل وانهار اه كلمة الله حق وكلمة الله نور وهو ظلمة وليس فيه حق الكلمة بتخرج وتنتشر عبر ادوات الميديا ماسه حيثما اتت الكلمة اللي انا بقولها دي هو بيتحرق بيتحرق في مين بقى في الناس اللي بتسمع ده غير ان انا بصلي ضده طبعا مباشرة فدي حرق تاني ما كانش ينفع ان انا اعمل خط رقم اتنين من غير رقم واحد فانا بتكلم بيقين ان الكلمة اللي خرج من بقي من فمي هذه كلمة الله ويقين انه الكلمة اللي خرج دي هتحرقه وانه بيتحرق دلوقت وانا انا اتكلم معاكم كده وبيتحرق قديس كيروليس الارشاليمي عنده عبارة خطيرة وجميلة بيقول ان انفاس القديسين نار تحرق الشياطين انفاس كده عمال يتكلم وعمال يتنفس والشرير بيتحرق طيب انا يعني لا عندي مايكروفون ولا ببشر ولا ببعو ازيك ولا بعمل حال انا هعمل ازاي كلمة شهادتهم كلمة الشهادة بدل ما يخرج من فمك الكلام السلبي هتخرب هيعملوا فينا البتح يقع علينا الكلام السلبي ده يعني بقول للشرير اهلا بيك تفضل فانا بدل ما اقول لك بقول كلام السلبي ده هذا اقول الله لا يترك عصى الاشرار تستقر على نصيب الصديقين ها انا معكم كل الايام والى انقضاء الظهر لا اهملك ولا اتركك انتم افضل من عصافير كثيرة شعرة من رؤوسكم لا تسقط بدون ابيكم اهدي شهادة بتاعتك اللي بتشهد بيها برضو فواجه إبليس ما يبقى الكلام طول النهار بدل يا دي المصيبة سودة يا دي الخراب اللي حصل متأسف مضطرة اقول النماذج بس انا ما بقولش الكلام ده ما خرجوش من فامي طبعا فالبديل بدل ما اقول الكلام بتاع إبليس اقول كلمة شهادتهم هو الاسف الرؤية يوحن الراي قالت ثلاث حاجات دول ما قالش بصلواتهم بأن الصلاة يعني بتزلزل الجبال هو بتكلم على أدوات القتال غلبوه بدم الحمل غلبوه بكلمة شهادتهم نمر ثلاثة بقى ولم يحبوا حياتهم حتى الموت البيئة والوراسة والمجتمع وفلهمات يعملوا يلطمهم ويصبطهم ويجدفهم على الله وليه موتت أبويا ربنا موتش تعليم العهد الجديد ما بيقولش أن الله بيميت ويحي طبعا ده في العهد القديم أنا عارف الله بيحي بس الله بيفتع عنين العميان بس ما بيعميش حد الله بيقيم من الموت بس ما بيموتش حد المدة بيجي من الشر ومن أنه إن الإنسان غير متغطي بالحياة ومن الطبيعة واحد شاخ وانتهت أيام خلاص ولكن الصويت والعويل والكلام كل مجتمع له طريقة بقى مجتمع يجدف ومجتمع يعمله العديد يعني ما كويس إن الشباب مش عارف العديد ده يعود يقوله كلام سوداوي يعني كل ده وعوامل أخرى كثيرة رسخت في أنفسنا الخوف من الموت لكن أنا اللي هو المؤمن يعني أنا سماعة المسيح بيقول في الإنجيل إني أنا حي فأنتم ستحيون خلاص صدقت الوعات بس أنا بقولها واعظا بس هذا حصل بالحقي كان عمري مثلا 22 سنة مثلا تقريبا 23 سنة لما قرأت هذه العبارة في الإنجيل إنجيل القديس يوحن إني أنا حي فأنتم ستحيون قوة الحياة دخلت جوه قلبي وملتني باليقين دوعد لا تخافوا من الذين يقتلون الجسد صفر ولا يسفوا حاجة لهم ولا اللي بيعملوه تخافوهش من نعم فهذا اليقين بقى ينبغي أن يحل محل الموروس السلبي فأنت لما تبقى خايف التشبيل قلت كتير مع أنه يعني وصف مؤذي شوي اللي هو اللي هو أن لما تبقى ماشي في الشارع بالليل مثلا وفيه كلاب في الشارع فالكلاب بتهوهوا عليك لو جريت حيجر وراك ويمكن الكلب فيهم يعطك هو اللي بيحصل إيه اللي بيحصل إيه اللي بيحصل إيه اللي بيحصل لو جريت من الخوف فالخوف ده بينشط إفراز الغدة الكازارية اللي بتطلع هرمون الأدرينالين فهو بيشم ريحة الأدرينالين بيجري وراك بيحس بخوفة من خلال إنه بيشم ريحة الأدرينالين طبعا كلكم شفتوا المناظر دي أو اللي ما شفاش في الواقع يمكن شافها في الصورة في الفيديوهات يبقى مثلا ولدين ماشيين ولد يجري صغيرين يعني يجري من يجري وراك كلبه عضه أحيانا والولد التاني مثلا اللي يقف له كده يبص في عناه ويقول له امشي يمشي الكلب فإبليس لما بيشوفك خايف بيطمع فيك خايف خايف من الموت ويشتغلك بقى يخوفك ويرعبك ويش عارف والأحلام والكلام من الناس والمجتمع نفسه والجو أما خوفهم فلا تخافوا لم يحبوا حياتهم حايت موتني موتني مع المسيح زكا حيصل يعني طيب ده أنا عندي عيال صغيرين ومين عي ربيهم لا 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 تخافش من ناحية دي لم أرى صديقة تخلي عنه ولا زرية لا وده التامس وخبز خفش من الموت لأن الخوف من الموت بيخليك عبد تحت سلطان الموت وتحت إبليس خد بقى نصيحتي عشان آآ كل الكلام ده يتحقق في حياتك بسلاسة بسيطة جدا اقرأ الانجيل كل يوم صح واحد بش بس كل يوم يعني كل يوم ما فيش يوم يمر بمجرد ما تقرأ فصل من الانجيل واقرأ ب إصغاء لصوت الروح القادس و كرر الحكاية دي بعد ما تخلصه عيده تاني وبعد ما تخلصه عيده تاني تبقى عادة عندك أن تقرأ فصل من الانجيل يوميا وبعدين لما نتقابل بقى بقى قولي ما الذي حدث في حياتك الانجيل حيعلمك وحيغسلك وهيبنيك وهيسكن الحق فيك أنا مش عارف ليه المؤمنين لا يقرؤون الانجيل أمو قال بتسمعه لوعص لوعص مش كفاية لأنه يعني بقى لي نص ساعة بتكلم فيه آية من ست حروق ست كلمات لكن الانجيل بيحفظك الحق بيسلمك الحق كله نمجدك لأنك أنت فخرنا وعزنا وملجأنا وقوتنا البركات والنعمة والشفاء والنصرة اللي اللي انت معايشنا فيها العالم مش لقيها وناس كتير مش لقيها لكن احنا لازم نشكرك ولازم نمجدك من اجل استعلان مجد ابن الله في وسطنا من اجل قوة الحياة التي تفيد منك وتبطل كل قوة الموت التي تعمل في اجسادنا قوة افران دم الرب يسوع المسيح وقوة سلطان اسم الرب يسوع المسيح تكون لجميعنا الان قوة للشفاء باسم الرب يسوع تكون لجميعنا الان قوة لغفران الخطايا وللفكاك قوة فكاك من قيود ابليس نار روحك القدوس تسري في عظامنا الان تطرد كل عمل للشرير ويأتي الروح القدوس بروح الشفاء وقوة الشفاء أخرج محترقاً دم من رب يسوع المسيح وقوة غفران دم صليب وحي روح الله القدوس تعال علينا جميعاً الان بروح الشفاء بقوة بقوة الحياة بقوة الغفران والفرح لمحبة الآب ونعمة الابن وشركة الروح القدس لمجد الآب والمسيح آمين